سنتوجه إلى خطبة الجمعة للمرجعية عبد المهدي الكربلاء التي عمت مختلف مؤسسات الدولة ودوائرها وفي خلال هذه المدة سانت الكثير من الدماء البريئة وجرح وأصيب الآلاف من المواطنين ولا يزال يقع هنا وهناك بعض الاستدامات التي تسفر عن مزيد من الضحايا الأبرياء والمرجعية الدينية إذ تؤكد مرة أخرى إدانتها لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين وما حصل من عمليات الاغتيال والخطف للبعض منهم ورفضها القاطع لمحاولة فض التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة فإنها في الوقت نفسه ترفض ما يقوم به البعض من الاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يُمارسه من أعمال التخريب والتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية وكلما يُخِلُّ بأمن المواطنين ويضرُّ بمصالِحهم وتُنبِّه على أن هذه الأعمال التي لا مُسوِّغَ لها التي لا مُسوِّغَ لها لن تصلُحَ بديلاً عن الحضور الجماهيري الحاشد للضغط باتجاه الاستجابة للمطالب الإصلاحية بل على العكس من ذلك تُؤدي إلى انحسار التضامن مع الحركة الاحتجاجية والمُشارِكين فيها ومن جهةٍ أُخرى فإن استمرار الأزمة الراهنة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ليس في مصلحة البلد ومُستقبل أبنائه فلابد من التمهيد للخروج منها بالإسراء في تشكيل الحكومة الجديدة ويتعينُ أن تكون حكومةً جديرةً بثقة الشعب وقادرةً على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخاباتٍ حرَةٍ ونزيهةٍ في أقرب فرصةٍ مُمكنة إن رُجُوع إلى صناديق الاغتراع لتحديد ما يرتئه الشعب هو الخيار المُناسب في الوضع الحاضر بالنظر إلى الانقسامات التي تشهدُها القوى السياسية من مُختلف المُكونات وتباين وجهات النظر بينها فيما يحظى بالأولوية في المرحلة المُقبلة وتعذُّر اتفاقها على إجراء الإصلاحات الضرورية التي يُطالِبُ بها مُعظَمُ المواطنين مما يُعرضُ البلد لمزيدٍ من المخاطر والمشاكل فيتحتَّم الإسراء في إجراء الانتخابات المُبكِّرة ليقول الشعب كلمته ويكون مجلس النواب القادم المُنبثِق عن إرادته الحرَة هو المعنِي باتخاذ الخُطوات الضرورية للإصلاح وإصدار القرارات المصيرية التي تُحدِّد مُستقبل البلد ولا سيما فيما يخُصُّ المُحافظة على سيادته واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضًا وشعبًا وختامًا يبقى أن نُشير إلى أن المرجعية الدينية تُدينُ بشدة الخُطَّة الظالمة التي كُشِفَ عنها مُؤخَّرًا لإضفاء الشرعية على احتلال مزيدٍ من الأراضي الفلسطينية المُغتصبة وهي تُؤكِّد وقوفها مع الشعب الفلسطيني المظلوم في تمسُّكه بحقه في استِعادة أراضيه المُحتلَّة وإقامة دولته المُستقِلَّة وتدعو العرب والمُسلمين وجميع أحرار العالم إلى مساندَته في ذلك نسألُ الله تعالى أن يُعينَنا ويُوفِّقَنا في ذلك أنه سميعٌ مُتِي